800 مليون يورو يعني هو مليون 2 مليون إلا والأهلي 32 وكسر الرقم واضح جدا يعني أنت 30 الضعف تقريبا يعكس حجم أو نوعية الكواليتي بين اللعيبة وأسعارهم بين الفريقين لا لي مشواره في البطولة السنة ده باشواندس بدأ فاز على أستاذ فراهيم أنا مريش دعب بالقيم التسوخية خالص للعيبة لما فرق تكسب الشباب بالوزداد 4 صفر دي تساوي 20 مليون حتيجي تقول لي مليون ومتين ده مسائل يمكن هما يعني لا أو اللعيب اللي بيبرز بيمشي يعني اللي بيجي له عقد بيمشي لكن المستوى العام في الكنغو في تنزانيا في تنزانيا هو فريق يعني كورة بتسمي توجودها صحيح وسيم بقى أظن شفناه عامل ايه يعني طيب مشوار يانج علشان نشوف مسيرته ووصل لغاية النقطة دي ازاي بدأ مع تيليكم بطل جيبوتي يانج فاز عليه 2-1 بعد كده يانج أفريكنز بس فاز على تيليكم الجيبوتي 5-1 يعني فاز عليه زهابا 2-1 وإيابا 5-1 صعد لعب المريخ السوداني فاز على المريخ السوداني 2-0 وفاز عليه عودة 1-0 يعني بيكسب رايح جاي والمريخ السوداني فريق عتيد لعب شباب بلوزداد كسبه 3-0 لعب مع النادي الآلي في المجموعة تعادل 1-1 يعني في المجموعة بدأ بشباب بلوزداد خسر من شباب بلوزداد 3-0 في الجزائر بس تعادل مع الآلي في تنزانيا 1-1 تعادل مع ميدياما في غانا 1-1 ثم بدأ مرحلة تصفية حساباته بقى أم استقبل ميدياما شيله 3 واستقبل شباب بلوزداد شيله 4 وحق أفضلية حتى لو يعني الجون الرابع اللي جابه في شباب بلوزداد جون مؤثر جدا في صعوده ليه؟ هو شايف أنه لو خسر من الأهل في القاهرة هيبقى رصيده وقف عند 8 نقط هرجع المواجهات هيبقى شباب بلوزداد لو كسب ميدياما في الجزائر بكرة هيبقى 8 نقط فيحتاجهم ليه المواجهات هو كان خسران في الجزائر 3 عشان كده اهتم انه يكسب 4 كان الجون الرابع ليهم مهم هو المهم وهو المرجح في حال لو خسروا من الأهل هم يحتاجوا انه ما يفوزوا على الآلي عشان يتصدروا المجموعة لكن يكفيهم التعادل عشان يسعدوا خلف الآلي يعني لو اهل يفيد تعادل لو انت قابل ماتشو شباب بلوزداد اه ويانج افريكانت لا تتوقع 4 صفر اما اتقال انهم حيلعبوا على تارجة 4 صفر هتقول ايه ايه الكلام ده صحيح فاصبح بقى الاهلي 9 نقاط من 5 ماتشاط كله لعب 5 يانج 8 وشباب بلوزداد 5 ومديامة 4 مديامة خرج من اللعبة وشباب بلوزداد خرج من اللعبة هو راخر رسمية فقط مباراة الغد الاهلي ويانج مين اول ومين تاني التعادل كفيل انه يدي للاهلي صدرت المجموعة ويصعد